خلي مدام ذكرنا المرحوم أبو علي سمير صبيح يعني معرفة أنا محظوظ في آخر الأيام صالحني أو مو صالحني أنا صالحت تمزعها؟ أنا طبعا منزعها لك من البتشاك لا يعني أعلى أقول البتشاك الأسباب تعرف إحنا في أول ما بتدينا للغناء معجبين ومهوسين بالغناء من يعرف هذه الأغنية لمن؟ مجرد إحنا نعرف الأغنية نحبها ونغنيها وما نعرف أصول الاحترام وأصول التقدير وأصول الاعتذار ما نعرفها ما كانت عندنا هذه الثقافة يعني اليوم أنا لما غنيت علاو ابن كبار وغنيت تايبين غنيت ولو تزعل وسلامات ويداركم معمورة كل التراث وكل الأغاني السبعينية تقريبا 90% مغنيها بدون إذن الأغاني السبعينية اللي غنيتها واللي أنا اشتهرت بها وما زلت أغنيها ما كان عندنا في ذاك الزمان ثقافة الحوار وثقافة الاعتذار وثقافة الطلب يعني مثلا من غنيت سلامات وإعزاز وياطير الطائرة ما كان في الحسبان أقلبها من صاحبها ما كان ما عندي هذه بس لما اشتهرت الأغنية وطلعت وأصحابها بدأوا يتكلمون عني بصورة موحلة واني انفجرت ونقهرت لأن قلت أنا ما استحق هذا الشيء اللي دا يقولوا عليه أنا كنت متوقع أنه أنا راح أستلم سلام وراح أستلم أستلم محبة من عندهم لأني دا أغني لهم محبة بيهم بعدين راجعت نفسي لقيت آني خطأ لقيت عندي خطأ أنا ما قال أخوي مرخوص قل لي مرخوص حبيبي والله كلهم على راسي اللي تكلم علي واللي انتقدني هذا كله خلاني أصير بطل بالاعتذار خلاني أخاف من كل شيء خلاني أكون قبل كل شيء أحسب مئة حساب لذلك أنت حضرتك قلت البصمة الصوت تسمحها ثلاث مرات مو بس البصمة الصوت حتى الموالي اللي أغني حتى الأغاني صارت صارت مثل ما نقول واحد صار عدة شنون ردت الفعل من كل شيء أسويه